علشان الإنسان يكون ناجح ومتفاني في عمله لازم يكون متقن لهذا العمل وبما أننا نعمل طول الوقت ونتحدث بلسان العربية ولكن للأسف نتحدث بلسان العربية أحياناً كثيرة الغير صحيح اللغة العربية لغة جميلة جداً واللغة العربية متعددة ومليئة بالمراضفات لغة تمتعك عندما تتحدث بها ولكن لأننا في مصر نتحدث بالعمية المصرية الراقية ويبدو أن أيضاً بعض من مفردات العمية دخلت على العمية الراقية فأصابت الكثير من الجمل في اللغة العربية بالنسبة لنا والكثير من المفردات بالنسبة لنا أصابتها في مقتل فخلينا نتحدث أكتر ونتعرف عن كيف نصون هذه اللغة العربية الجميلة وكيف تشعر وأنت تتحدث بالعربية بأنك إنسان في منتهى الرقي لسانك يتحدث بعذوبة وينطق الكلمات برقي وأيضاً بعذوبة معي في ضيافتي وكأنه امتحان في اللغة العربية المفروض أن أنا كنت شطرة في اللغة العربية ولكن عندما نتحدث مع الأساتذة نرجع وراء كثيراً جداً في ضيافتي معنا دكتور صابر عبدالدايم أستاذ الأدب والنقد جامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق والمكرم من فخامة رئيس الجمهورية بمنحه وسام العلوم والفنون والأداب من الطبقة الأولى دكتور صابر مساء الخير على حضرتك يا مساء النور أشكر جداً يعني كأني في امتحان للغة العربية لا 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 العفو العفو أنت مشاء الله يعني البداية ممتازة ومستفتاح ممتازة أو يعني الحمد لله اللغة العربية يعني مهما تحدثنا ومهما تكلمنا عن اللغة العربية فلن نعطي هذه اللغة حقها أبداً ولكن مع مرور الأزمنة المختلفة ومع مرور أيضاً يعني تعرضت دولنا العربية لكثير من المستعمر يعني بلغاته المتنوع وفي مصر مثلاً نحن نملك اللهجة العمية المصرية منذ قديم الأزل طبعاً فكيف ترى الواضع الآن بالنسبة للغة العربية بسم الله الرحمن الرحيم يعني مثلاً اللغة العربية يعني بعض الناس يعتقد أنها القواعد فقط يعني أنا الفعل مرفوع المفعول منصوب إلى تجر طبعاً ديها أساسيات يعني طبعاً ولكن بأرى اللغة العربية لها أبعاد يعني أبعاد يعني اللغة تحكمها القواعد والضوابط ودية لغة التعييم نابد نتعلمها يعني بأن في من سميه لغة جمالية ستتكلمت عنها في الأول يعني فاللغة العربية لغة جميلة كما كان يسميها لراحل فاروق شوشة حتى قال حفظ إبراهيم أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي إذن اللغة يعني عميقة كأنها بحر يتسع لآلاف يعني الجواهر وآلاف الأصداف وأشياء كثيرة جداً يعني فإذن هي أولاً قواعد تحكمها الضوابط والتعلم لغة جمالية اللغة الجمالية تكمن في كيفية إتقان لغة العربية إلى مرحلة الإبداع يعني الشعر العربي الفصيح ده فيغاة الجمال سواء كان القديم أو الحديث صحيح حتى في الشعراء المحدثين أيضاً يعني أناس متميزين جداً في اللغة العربية وشباب ثم لغة القصة أيضاً بالفصحة الرواية كأن نجيب محفوظ مثلاً يعني هو لغة موسيقى كما يقولون يعني بعد كده مثلاً في لغة المقال أيضاً في المسرح إذن في نوع الإبداع الأدبي ده تطبيق عملي لجماليات اللغة العربية في بعد كده ما نسميه صناعة المعاجم المعاجم اللي بتحفظ اللغة العربية أيضاً يعني مثلاً كتاب لسان العرب لابن المنظور وده كتاب مصري مناسبة صحيح وكتاب جامع مانع عندما نريد أن نبحث عن أصل كلمة أو صحة كلمة نرى لها أكتر من عشرين يعني يعني توجيه وعشرين معنى طيب وهو ده يعني جمال اللغة العربية الحقيقة هي غنية غنية بالمسرطات الكثيرة ولكن خليني وحضرتك تتحدث في البداية خلينا برضو نعرف لما أنا أتكلم عن بناء الشخصية أقدر أقول إزاي ممكن اللغة العربية يعني يعني تقدم صورة لبناء الشخصية أو تقدم الشخصية بأطفال متكاملة متكاملة المعالم يعني طبعا كل أمة تحترم نفسها وتحافظ على تراثها وتاريخها وحاضرها أيضا تعتز بلغتها فمثلا بنجد مثلا في فرنسا تكلمنا الفرنسية في ألمانيا الألمان فقط ومعنى أنهم يعرفون اللغات كثيرة أيضا صحيح فإذن عندما نحن ننادي بالعودة إلى اللغة الفصحى أو إلى أننا يعني نحافظ على لغتنا فمعنى ذلك أن أحافظ على لسان العربي اللي هو أنزل به القرآن الكريم أنزل به لسان العربي مبين أحافظ على التاريخ العظيم الذي كانت به اللغة العربية فدونا مثلا علم الحديث باللغة العربية علم التفسير باللغة العربية علم النحو العرب باللغة العربية بل يا أستاذة شيء يعني عجيب أننا كان الطب باللغة العربية الهندسة الكيمياء صحيح كل العلماء كتبوا في العصر العباسي كان علوم كلها كتب باللغة العربية ودي برضو يعني بنرد على من يقولون الآن اللغة العربية لا تصلح لغة للعلم هذا يعني هذه حجة غير صحيحة لأن في دول كثرة جدا بتدرس العلوم الحديثة بلغتها زي اليابان والصين طبعا فعندما نحن يعني نتمسك أو نعود إلى الفصحة لسانا وكتابة وتعريب العقل أيضا تعريب العقل وتعريب اللسان يعني الحقيقة يمكن عندي سؤال كده يعني أحب تعليق حضرتك عليه سريعا بالنسبة للغة العربية وبالنسبة لمصر تحديد يعني يعني كتب الكثير من يعني المؤرخين بأنه المصري لم يتحدث باللغة العربية الفصحة يعني الفصحة دائما كانت صعبة على أهل مصر هل ده كان حقيقي كلام ده لا أنا بأعتبر يعني وكلام يعني مبالغ فيه لأن العلماء قالوا في لغة التحدث اليومي لغة الحياة اليومية طبعا كل شعب عنده اللغة العامية أو اللهجة الشعبية صحيح ولكن أنا أشهد الآن أن مصر من أقوى الدول وأعظم الدول التي حافظت على اللغة العربية طب بدينا أمثلة بدليل بدليل مثلا كبار القراء قراء القراءين آه في العالم كله أصوات نادية آه صحيح والقراء باللغة الفصحة ويفهموا حتى وسلسة وبسيطة والأجانب صحيح ما كنا في مثلا في ماليزيا في أندونيسيا طبعا يفهمون اللغة العربية تماما من القراء غير القراء ما يفهمش وبيتعلم بها اللغة كذلك مثلا في مصر كبار الأدباء يعني طاح سين صحيح العرب كلهم يقالدوا العقاد صحيح أحمد لطف السيد مصطفى صادق الرفعي نجيب محفوظ وبيد الأزهر أيضا لأزهر في أساطين اللغة العربية طيب هل أقدر أقول أن الفئة من المتعلمين والمثقفين والأساتذة هم كانوا يتحدثون العربية بسلاسة وبتمكن ولكن لغة الشارع بقيت كما هي هي اللغة العمية طبعا آه لا وهنا دي مستحيل لا أقدر أن أطالب الشارع أتكلم بالفصحة طبعا ولكن يمكن لأنه العمية المصرية اشتهرت على مستوى العالم العربي على مستوى العالم العربي كله العمية المصرية موجودة بالبساطة بتاعتها بفضل الإعلام أيضا يعني المسلسلات التلفزيونية والأفلام والأشياء دي كلها يعني ذهبنا إلى تونس إلى الجزائر إلى البلد دي كلها صحيح نلاقي أنهم عارفين اللهجة المصرية وبيفرحوا لما بتكلموا بيها بساطة المصرية رغم غناء سيدة أم كلثوم بالعربية بناء عبد الحليم بالقصائد عبد الوهاب بالقصائد إذن يعني دي أمثله خليني طبعا طبعا يعني إذن فيها نزعة وطنية ونزعة دينية ونزعة اجتماعية ونزعة حضارية أيضا وده الشخصية المصرية وينظرون كيف أبني قواعد المجد واحد خليني أروح لحضرتك إذا كنا يعني المصري تغنى باللغة العربية الفصحة والقصائد وجماعتنا جماعة الأزهر والجماعات المصرية العريقة كلها يعني فيها من الأساتذة والمتخصصين والأقسام التي تعلم اللغة العربية الكثير كل الأداب أقسام له عربية ودر العلوم أكيد الألسن أنا خارجية الألسن أهلا وسهلا طيب فإذن خليني أرجع كده وأسألك نحن الآن في زمن أخر زمن السوشيال ميديا وحضرتك بتلاحظ بأنه الناس حتى لم تستخدم الآن يعني القليل يستخدم العمية الرقية أصبحت اللغة يعني فيها تدني كبير جدا وفيها أخطاء عظيمة جدا طبعاً والأخطاء الإملائية يعني تنم على عدم دراية باللغة أصلاً يعني فكيف نتعامل نصون لغتنا العربية وأيضاً الناس تستمتع بما يعلقون عليه على سوشيال يعني أقول لي سيدة أنا كتبت مقال في الأهرام زمان حول لغتنا الجميلة لماذا نشوه جمالها كيف لماذا نشوهها وكيف نصون جمالها يعني كان عنوان المقال كده إنما فأنا بقول السجل الميديا ده طبعاً يعني من البلاء اللي هو عامش البلاء يعني هي يعني اختراع علمي وفيها أفوات كثيرة جدا ولكن لغة الشباب الآن أصبحت لغة يسموها الأرابيزية يعني ممكن يتكلم إنجليزي على العربي ويكتبوا كمان إنجليزي على فرنساوي ويكتبوا إنجليزي عربي وبعدين بقت مصطلحات تانية عجيبة يعني بينهم بعضوا مصطلحات إيه لا نعرفها نحن جلنا اللي يعرفها وبعدين حتى لو تكلم بالفصحة أو زي ما سأتك وحضرتي في أخطاء كثيرة جداً طبعاً وبعدين زي ما أنت شرت في المقدمة أشكرك اللي هو العربية فيها مترادفات صح يعني مثلاً الليل الظلام الديجور الدجنة الغسق ده كلها مفردات ايه الظلام طبعاً هو ما يعرفش كلام ده كله هو يكاتب ليلك نهار ونهار الليل وخلاص ماشي على ذلك يعني هل أقدر أقول أنه الشباب ظلموا اللغة العربية بأنهم لم يحملوها في قلوبهم وبالتالي هي ليست موجودة على الألسنة أم نحن ظلمنا الشباب بأننا لم نعلمهم يعني تعليم جيد للغة العربية أهو الثاني احنا ظلمنا الشباب لما يعلمهم التعليم الجيد للغة العربية لماذا؟ لأن يعني اللغة العربية أصبحت الآن حتى في المدارس حصت نحو ثقيلة والعربي نفسه ثقيل عليهم لأن التدريس بطريقة غير مراغبة وغير مشوقة مع أن الوزارة مثلا بتعمل وسائل حديثة وتقنات حديثة في تدريس اللغة ولكن بتظل الطريقة التقليدية هي هي والأستاذ يعنى بالمرفوع فقط المنصوب إنما يعني لا يدرب الطالب على إلقاء القصائد الجميلة إلقاء الخطب العذبة الرائعة حتى يعني في منهج الدين قراءة القرآن الكريم فرض أن الأولاد يقرؤوا الآيات كده قراءة سليمة ويتعودوا عليها فهو عدم الاهتمام باللغة في البيت عدم الاهتمام باللغة العربية في المدارس هي في ذي للقائمة لأسف الشديد يعني إن اللغة العربية وخليني أتفق مع حضرتك يقولك يا عندي بقى لغة عربية يعني وده ميقع القلب يعني كأنها سقيلة وأيضا يفيه مشكلة أخرى ولسياتك عليها بعدما الطالب يترك السنوات العامة ربما بيأخذ مثلا فروح العرب كثيرة وذهب إلى كلية مثلا زي كلية العلوم ناسي اللغة العربة تماما زيب إلى هندسة ناسي العربة تماما أيها طبعا إنه الدراسة مختلفة زيب إلى الطب إذن أصبح فيه انفصام وانفصال بين الطالب ولغته هو فيهم اللغة دي إيه حاجة يذكرها ثم يجاوب عليها لا تبقى اللغة هوية واللغة لساني طب هل أقدر أقول إنه بعض مش الكل طبعا ولكن بعض الأغاني الشعبية بعض الأفلام اللي فيها استعمال ركاكة للغة ممكن يكون عامل نوع من السيطرة على الشباب وما بقاتش اللغة العربية الرقية على الألسنة معاك في هذا لأن الإعلام وسيلة تنوير وسيلة تسقيف والحاجة اللي بتنشر في الإعلام دي يسمعه الملايين وتشاهد فكون الأغاني الهابطة في بعض أغاني قوية جدا زي سيدة مكلسوم ما هو الشراب الصغية مش هيمني الحاجات للأسف إنما يعني في هذا العصر يعني الأغاني لا معنى ولا لفظ بل أشياء كده ممكن عدوانية ممكن تخلي النفوس نفسها ما تحبش بعض ما فيه كرة فيه كده نوع من التنمر غير ذلك فأصبحت اللغة مكتوبة على الموبايلات يعني من الأغبطة وحتى الكلام اللي بيسمع برضو كلام يعني إيه مصحوب بآلات موسيقية حد والكلام نفسه يعني فيه كده خلط له فصيح وله عمي وله فيه ذوق ما فيه يعني ذوق العام نفسه بل يعني أنا أسف أقول هذا في كلام خادش الحياة أحياناً صحيح وأغاني التكتك وأغاني كذا يعني طبعاً خليني أرجع بسطها يعني ليه كمان أنه بعض الحروف في اللغة العربية أصبحت حتى بالنسبة للعامة من الناس وأحياناً لعدد من المتعلمين لا تخرج صحيح يعني عندنا مشكلة مثلاً في القاف يعني مش هتلاقي ناس مثلاً يقولك إحنا مثلاً نحن الآن في محافظة القاهرة القاهرة قاف فهتلاقي إحنا في القاهرة في القاهرة فهتلاقي الكاف ما تيجي تيجي مثلاً تقول نتحدث عن مثلاً أسبانيا فتلاقي السين بقت زه أسبانيا فهذه المشكلة هل هي كمان مشكلة لعدم دراية باللغة؟ عدم النطق الصح؟ هل هي حروف ثقيلة؟ يعني في الاستخدام؟ هل لازم يكون فيها عتنة أكتر منذ النشأ؟ أقول لسياتك يعني اللغة العربية ليس فيها حرف زقيل إطلاقاً بدليل دامنا حجة في القرآن يعني بعض الأسر بيعلموا أولادهم من سن خمس سنين جيبنوا محفظة أو محفظ ويحفظوا الصور وخاصة جزء عامة بالذات ده أول جزء صوره قصيرة وأصعب جزء في الكلمات الغامضة والكلمات القوية يعني الولد ويحفظوا إيه؟ يعني بالأحكام يعني هو عايز تعليم عايز تعليم وتدريب تدريب وتعليم إذن أقول لك اللغة العربية ليس فيها حرف سقيل إطلاقاً ولكن هو تعود اللسان على عدم الإتقان أو الاستسهال والاستسهال وحتى هو بيظن أنه لو قال القاهرة ده هتكبأ بالفهم يعني القاهرة يعني شي عادي هو أحلى قاهرة أحلى إنما القاهرة دي يعني كلمة القاهرة أحلى أه وكلام كثير جداً غير ذلك برضو يعني فيه كلام كثير إنه يعني لو نطب الفصحة يقول لك يا عم يكلمني بالعربي يعني فاكر وإحنا كنا بالزبت أحد البيض العربية فذهب أحد الزملاء على مكتب تذاكر الطيران يعني وبحجز تذكرة فقال له أريده منك أن تحجز لي تذكرتيني ونصف تذكرة فقال له يا عم يكلمني بالعربي أي ما هي تلك جملة هو يشعر وكأن الفصحة هي لغة صعبة جداً طيب خليني أقول كمان إنه يعني أنا هنا أتحدث في الإعلان لو أنا عملت مثال لحضرتك وأنا مزيعة أتحدث في الإعلان وربما لأنه بيت للكل كمان يتشارك معنا أربع دول فكلنا نتحدث بالعربي ولكن أحياناً كثير من المشاهدين يقولوا تب ما تخليكي بسيطة كده زي ما أنا بقول طيب ما بلاش اللي هو بالقفو الكافو يعني زي ما أنا بقولك ببساطة العمية يعني الناس حتى ما ينفعلوش قوي باللغة العربية ليه اللغة العربية ما بقتش هي الهوية الرئيسية عندنا وبالذات قوة اللغة العربية يعني حتى لو حتى لو تمسكنا بالعمية الرقية اللي هي بنستخدمها حتى في لغة الصحافة سلوك خاطئ أيضاً وانفصال الإنسان عن ذاته وعن هويته وعن شخصيته يعني أنا أنا محس لأنه لا يعرف قيمة التراث العربي ولا قيمة حتى المكان يعني معين ربما صحوه تعالى بيقول في شرط الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني اختلاف اللسان وتعدل اللغات من آيات الله طبعاً عندما الدعوة للغة العربية الفصيحة ليس احتقاراً للغات لا بس انت اتقن لغتك ويعرب بعد كده ولو عشر لغات لأن كل لغة تعرفها تضيف إليها إنساناً جديداً كما يقولون فإذاً الأبناءنا يعني عندما اللغة العربية بيثقيل عليهم لأنه لم يتعود ذلك وإذا قرأها في المدارس بيقرأها يعني تحت ضغط وبعدين بينتظر الامتحان صح فكل ضغط ومش حبيبها طب هل أنا مثلاً محتاجة علشان يعني أبقى أكتر أعزز الهوية الثقافية باللغة العربية وأعزز هوية اللغة يعني مثلاً يعني لو أنا اديت أمثلة وأقربت هذه الأمثلة للناس وللعامة يعني لو جيت مثلاً رحت للتاريخ القديم وقلت مثلاً ابن حزب كتب عن طوق الحمام وكتب أبواب عن الحب وكتب في فقه الدين ويعني إذاً هو كان رجل الدين ورجل الحياة طبعاً طبعاً ويستخدم اللغة العربية والدين ليس يبعد على الحياة يعني بالزبط فهذا مثل جميل لو خدنا فيه مثل حديث مثلاً الأديب من الأدباء الأديب الكبير عبدالحميد جودة الصحر والصحر اللي كتب محمد رسول الله رسول الله ملحمة رائعة هنا أنا بتكلم عن اللي بيوصل الرسالة هل أنا محتاجة هذه النماذج تبقى أقرب إلى الناس فيشوفوا أنه هذا النموذج الذي يتحدث في الدين والفقه هو أيضاً نفس النموذج الذي يقدم أعمال للحياة وللمجتمع هل إحنا محتاجين هذه النماذج أكثر لا طبعاً محتاجين ومحتاجين الشباب يعرفها يعني مثلاً بالقياس على ابن حزم وابن أحمد جودة الصحر نجد السؤول العقاد العقاد كان عملاق الفكر العربي طبعاً بتاريخ الإسلام عبقرة محمد والصديق كده ثم كتب ديوان اسمه عابر سبيل صح وعمل عشر أجزاء صحيح كان شعر فلسفي صح عابر سبيل أردته أن يكون الشعر لغة الحياة وكتب عن البتاع المكوى والخيات هنا العقاد اقترب إلى الناس خاص ولغة بسيطة جداً يعني لا فيها تعقيد ولا فيها حاجة ولا بتاع يبقى إذن والكلام يفهمه أي واحد لغة الحياة اليومية تصابر إحنا محتاجين كمان يعني حتى نوس اللغتنا العربية ونحب بالشباب وتبقى هي أيضاً مستخدمة أكثر من يوس يعني اللي بيوصل الرسالة يكون أيضاً يعني قريب إلى الناس بلغتهم وده أقول لسياتك وسيلتها أدب في أدب الأطفال أيضاً أدب الأطفال ده بيقدم لأولادنا يعني هو يعني فيه بعدين فيه أدب عربي ولغة فصحة صحيح ويجيب مثلاً تاريخ القادة تاريخ صلاح الدين تاريخ ببارس ويقرب كل ده للناس سعد زغلول صح مصطفى كامل أكيد بقصص وفيه يعني بعض أدباء تفعلوا ذلك يعني حضرتك بطول أنها كمان تحبب الناس تحبب الناس أيضاً وفي ذات الجيل الصغير الحديثة الحقيقة على اللغة يعني أنا أسفل المقاطعة طويل ولكن يمكن الوقت للأسف انتهى لكن تبقى هي اللغة اللي بتحدد شكلنا وهويتنا طول الوقت أنا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور صابر عبدالدايم وأتمنى لك كل نجاح دايماً ومزيد من الجوائز والأوزن وأشكركوا على اهتمام باللغة العربية أكيد ولغة الحضارة والشخصية والتراث والحاضر أيضاً يعني